النهاردة قدام الاهلي سيك من كسر عالم الاندية صعب صعب طبعا مفيش مستحيل في كرة القدم وكل شيء وارد واتمنى مين ما يتمناش انه الاهلي يكسب بطولة كسر عالم للاندية وخصوصا النسخة دي هي النسخة الاخيرة اللي هتقام بالشكل أو بالطريقة أو النظام المتعرف عليه فبالتالي فرصة اساسا ورسولك لانهائي البطولة ممكن تكون الأكبر بعد كده القصة في حتة تانية خالص قصة صعبة جدا محتاجة يعني مجهود مضاعف وإمكانيات جبارة وسكواد يعني على أعلى مستوى عشان تنافس بقى مش فرق انت جايلك النهاردة منشستر سيتي وجايلك فلومينانزي البرازيلي لا بعد كده هيبقى عندك 4-5 فرق من أوروبا و4-5 فرق من أمريكا الجنوبية وغيرهم بقى اللي جاي من أسيا وجاي من أمريكا كونكاكاف فقصة هتبقى معقدة جدا أتمنى طبعا أتمنى لكن في النهاية أنا بشوف أنه حتى لو الأهلي نجح في تجاوز اتحاد جدا ثم من بعد فلومينانزي ووصل المباراة نهائية منشستر سيتي يا جماعة مفيش فرق بتقدر عليه في العالم كله يعني كل فرق العالم بتعمله حساب فالقصة هتبقى صعبة شوية فبالتالي الأمل الوحيد في لقب كبير وعائد طبعا بطول كاس العالم ليها أهمية مادية لأنك أنت كلما بتتأدف البطولة كلما العائد المالي أو المادي لها بيبقى كبير لكن أنا بكلم على فكرة تحقيق لقب قري ما عندكش غير بطولة الشامبينز ليج بطولة الشامبينز ليج اللي حطت على الميركاة الشتوي اللي جاي أهمية شبه قصوى وخصوصا طبعا النهاردة سانداونز اللي ما يعرفش أو اللي مش تابع سانداونز طوج بالنسخة الأولى بالدولي الأفريقي على حساب الوداد المغربي بعدما فاز في مباراة العودة بنتيجة 2-0 كان خسر في الدار البيضة بنتيجة 2-1 رجع وكسب في ريتوريا 2-0 فبالتالي هو الفريق الأول المتوج للقب الدولي الأفريقي وبص على النتائج في أفريقيا انت لعبت أمام سينبا لعبت أمام سانداونز لعبت أمام سان جورج الفرقة الوحيدة اللي قدرت تكسبها هي سان جورج راغم على فكرة لما تيجي تحسب وتبص الأحصائيات الست ماتشات دول هتلاقي أنه الأهل يصنع فيهم كم فرص محققة كبير جدا لكنه فشل في ترجمة سواء سيطرته أو خطرته لأرقام تمكنه من التأهل للأدوار اللي بعد كده الأهم هو بطولة الشامبينز ليج إزاي تتحرك عليها وخصوصا أنك انت تقريبا ما عندكش وقت والبطولة هتبدأ يوم 25 تعالوا نشوف جدول ماتشاط الأهلي من هنا لغاية بطولة كاس العالم بعد انتهاء فترة التوقف أو بعد الأجندة الدولية الأهلي إن شاء الله بعد انتهاء معسكر منتخب مصر عندنا اتنين محترفين سفروا طبعا بيرسيتاو وأليو تزينج عشان ينضموا المنتخباتهم جنوب أفريقيا ومالي الأهلي بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية أو مبرايات منتخب مصر هيكون عنده ميدياما الغاني في بداية دور المجموعات في دوري الأبطال يوم 25 نوفمبر بأول مباراة للأهلي ثم يلتقي مع اسموحة يوم 28 نوفمبر في الدوري ويروح لينج أفريكنز التنزاني يقابل يوم 2 ديسمبر في دوري أبطال أفريقيا ثم الأهلي وزد 6 ديسمبر في الدوري المصري بعد كده الرحلة إلى السعودية هيبقى فيه طبعا المباراة الافتتاحية بين أكتلين سيتي وبين اتحاد جدة والفايز منهم هيتأهل لمواجهة الأهلي يوم 15 ديسمبر أنا بكلمك تقريبا في فترة شهر